ربما وحد نقطة اللي اتكلمت على الخطاب الشرعي وكذا ما عليش انت حطها بالبرنامج عندك لكن احب ان اذكرها الناس تسأل هات الزلزال وش هو عقاب من الله وش هو ابتلاء وش هو كذا شوف اقدار الله عز وجل هو صاحب الحكمة فيها لانما نقول احنا نخدم احنا الافعال دي الله ندخل احنا ندخلو في تخصوصات ونبدأو نوزع وربما ممكن نقولك لا معام وما نرسل بالآيات الا تخويفا الا تخويفا ارى مش تخويفا لذلك اللي يضربهم الزلزال ارى تخويفا للجميع بش الانسان يعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير وان طلاقة قدرته سبحانه وتعالى لان مثلا تتلقى واحد الحيط الى جيتي ضربتيه بشي آلة وتهرس رغي يتهرس ما يعودش يرجع لكن الناس في الزلزال شفنا جميعا كيفاش الحيط اللي يمصوه بالاسمنت وبالياجور الحيط مشا وجا ومشا وجا لمدة خمستاشر تانية ومن بعد لقى وقفوا بلاسو من يفعلوا هذا الحيط فنقولك مشا وجا خمستاشر تانية واللي بحلوا ورقة ومن بعد لقى وقفوا بلاسو من يفعلوا هذا من يقدروا على هذا الله سبحانه وتعالى من التي يصفت هذه المسألة هذه لكي يرتدي عن ناس غا يقول ليه أخا وهدوك الناس مثلا اللي ماتوا واش هديك عقبهم الله عز وجل هنقول لك الله عز وجل يعاقب او لا يعاقب هذا موضوع آخر لأن لا حسبناها بالحساب المادي رغي يبعنا لك شي تناقضات لغير منطقية حيط هدوك المناطق اغلبهم شونهما اغلبهم الحفاظ دي القراءة الكريم اغلبهم يرتدون الكتاب شنه هو الماكسيموم دي الفسق الفجور لغا يكونوا واقعين في ذوك الناس شنوز عما غايكونوا أكثر من ذاك شي لعد نحنا فلموضوع الكبرى والله ما عندهم يكون عندهم ذاك العري في الزناقية ديالهم لعد نحنا فلموضوع الكبرى والله ما عندهم عندهم مهرجانات ديال السفور والعري والعهر والما عندهم إذا من ميزان هنقول إذا ميزانهم هما غنقولوا لا هذا راهض رب حيط هذوك الناس خلصهم يتعاقبوا لأن فيهم الناس يديروا لا هذا راهض دخول في شأن الله عز وجل هذا احنا بالنسبة لنا كنشوفوه كسائر الأمور دي الدنيا هو ابتلاء من الله وملكة جيشي حاجة الحلقة اللي قصحة قال الله عز وجل يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء الزلزل هذا من الابتلاء بالضراء الناس اللي ماتوا نحتسبوا عند الله عز وجل أنهم شهداء الله سبحانه وتعالى ربما الله عز وجل أراد لهم أن لا يبقوا في الأرض فيشهدوا مثلا أمورا لا يرضونها وبغي يديهم عنده ويكتب لهم الشهادة ولدت صغار الله أعلم ربما يلكبروا صورة الكاف وأما الغلام فكان أبواه ممنين فخشين أن يرهقهما فأراد ربك أن يبدي لهما خيرا منه خشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدي له فأراد ربك أن يبدي له خيرا منهما زكاة وأقرب رحمة خيرا منهما زكاة وأقرب رحمة يعني أنه هذك الملد من اللي مات راه الله عز وجل يعلم أنه لو غادي يكبر غادي يكفر ويتكرفس على وليدي فعيل أنهم اللي ماتوا هو صغير ماتوا هو صغير مع لي تكليف إذن مات غادي الجنة يعني الوالدين غاديين يرتاحوا وغا يكونوا إيمانهم زيان والوليد غادي يمشي الجنة ويقولوا بالدرجة الصعبية كل شيء ربح فإحنا ما ندخلوش في هذه المسائل هذه منجيوش نقوله ثم حتى إلى افترضنا أن الزلزال ضرب منطقة معروفة بالفسق والفجور والمعاصي إلى افترضنا أن الزلزال ضرب منطقة معروفة بالفسق والفجور والمعاصي أهذا الوقت هو الوقت الذي نخاطب به الناس عندهم نقول لهم يستاهلوا لأنهم كيدروا 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 لا هذا وقت نستغل هذا الزلزال وكنقول للناس نتابهوا الله يزيكم بخير كيف هم ضربوا زلزال على غفل وماتوا راتان تحناية كان ممكن يضربنا زلزال على غفل ونموتوا ونقلب على حسن الخاتمة ديالك وهكذا نعيض الناس دون أن نتشفى في أحد وفي نفس الوقت نبين للناس ثم مملكت برد الأمور ديك ساعة تكلموا عن الناس كذل يرى الابتلاء يكون على مقامات قد يكون الابتلاء للمحق وهذا يكون للكفاء وقد يكون الابتلاء لرفعة لترقية الدرجات قد يكون لمغفرة الذنوب قد يكون ليبلغ العبد مرتبة لم يكن ليبلغها بعبادته فيبلغها بهذا الابتلاء لأنه يصبر ويحتسب وقد يكون الابتلاء دليلا على المحبة إن الله إذا أحبق ومن ابتلأهم فمن رضيه فله الرضا ومن سخط فعليه السخط هذه أقدار الله عز وجل يتحكم فيها هو سبحانه وتعالى وله فيها الحكمة البالغة نحن كنشوف كيف يمكن أن نستفيد من الدروس والرسائل التي يرسلها إلينا الرب سبحانه وتعالى باش نكون أكثر فاعلية في أنفسنا وفي ذوينا وفي مجتمع أرى لشجل منها النقطة لأن هذا الحاسم لا أدري من يتعالى هو سيد نبي لأن عموم الدعاة الذين أعرفهم أقصد الدعاة لهم عروفين وعموم طلبة العلم الذين أعرفهم وعموم العلماء الذين يعني نجلهم ونقدرهم لا أعلم شخصيا شخصيا لك أقول لك أن نعلم أنا لا أعلم أحدا قال بأن هذا الزلزال عقوبة لتلك المنطقة التي ضربها إذا قال ها شي واحد شي بلاصة ما عنديش فكرة لأنه سمعت أنا غير شي نقاش بدك تفتعل وبدأ وشير ديك وليا شنو رأيك أقول لهم شوف النقاش لمفتعل ما تحاولوش تكبره يطفأ فلاشه لأن من يكبرك يقول لك أن الناس ستحدثوا بهذا هو ربما غير شي واحد أو أعلم هل أخطأ هل خانته عبارة هل كده الله أعلم ما عنديش فكرة أنا أقول لك ما عنديش فكرة على الموضوع لكن أريد أن أنبه الناس لا تخوضوا في المواضيع التي تريد جهة من الجهات أن تفتعلها أكيد واحد تريك اللي قلبهاك حلسي دي نبي تريد تصريات الحسابات الآن هكي اللي وقف اليوم الإسلام هنا ضرهم في حلقهم بغاش يتفهم اليوم وما باغينش وكي تسنوا فرصة بحال هذه باش يصفوا الحسابات الآن الآن فحنا ما نصفوا حساباتنا مع تاوحد هذا وقت العمل وقت المؤازرة وقت المساعدة وقت الاستماع والتنسيق وقت استخدام استعمال العقل الرازن وقت تدبير هذا الشأن هذا المدى القصير المدى المتوسط المدى البعيد هذا هو الوقت ممثالين لا الموضوع كذا ولا الموضوع كذا ولا الموضوع كذا كي ننشي حويجات ربما بعض الأخطاء وبعض المؤاخذات إلى آخره هذه من اللي تفوت الأزمة ننبه الناس عليها هوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر